اشتركوا في القناة من رحيم وبه نستعين ونصلي ونبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاة وزك التسليم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح من لا يشكر الناس لا يشكر الله فاتوجه بالشكر الى القائمين على هذا المسجد المبارك في هذه البلدة المباركة صلى الله عليه وسلم تكون مباركة على اهلها وليدخل الناس في دين الله افواج والله سبحانه وتعالى هو الذي ارسل محمد صلى الله عليه وسلم وكانت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى كلامه المعجز في لفظه وكلامه المعجز في نصقه هذا الكلام أعجزت به قريش وخضعت لهم قلوبهم وخضعت لهم عناقهم لهذا الدين العظيم وهذا الكلام الذي لم يسبق إذا بشرا أن أتى بهذا الكلام وتعرفوا أحبابي بلني في ذلك الزمان في سوق عقاب كانت العرب هي يعني كانوا هم الذين يقولون هذا أشعر العرب وهذا أنثر العرب فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فلم يأتي أتى بكلام العرب ولكنه ليس شعرا وليس نثرا وهذا الكلام الذي أثر تأثيرا بليغا في قريش ودخلت الإسلام ولكن أحبنا نحن في هذا الزمان في هذا الزمان نرطقه كثير من اللغة العربية لأن هذا الدين جاء للعالمين لم يأتي للعرب كعرب ولا شبه اللزير العربية كان انتلاقا من شبه اللزير العربية ولكن هذا الإسلام هو للعالمين كافة ومارسلناك رحمة للعالمين فالله سبحانه وتعالى أثر هذا الدين الأمريكي والإفريقي والأوروبي وكذلك لازم تعرف بالليزارة مينوريتي فارابولي يعني المود إسلامي كيف يلمو يعني أقلية للعالم الإسلامي لذلك هناك لغة ثانية يفهمها الجميع هذه اللغة يستطيع الإنسان إذا كان عالما وكان طبيبا وكان مهندسا أن يفهم هذا الدين عن طريق هذه اللغة ألا وهي العلم لذلك أيها الأحبة سنتكلم اليوم في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة وسنتكلم في موضوع هذا الموضوع سيُعرض عليكم لأول مرة كان عُرِذ في المؤتمر العاشر للهيئة العالمية بتركيا ولكن قبل ذلك أيها الأحبة سأشرح لكم ما معنى المعزة المعزة أحبابي هي خرق للعادة الشيء خرق العادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة وهناك سبع حالات فيها خرق للعادة ولكن المعزة في الإستلاح هو وجود النبي أو الرسول وسأعطي لكم مثال على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بطحاء مكة وجاء رهط جاءت مجموعة من قريش فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما دليل نبوتك يا محمد واش دليلك بلك النبي فقال اطلبوا ما تطلبون فنظروا إلى القمر وكان بدرا يعني في اليوم الرابع عشر فقالوا لا شقنا القمر إلى نصفين يعني تأتي مجموعة من قريش إلى رجل ويطمن هذا الطلب يعني اقسمنا القمر إلى نصفين والرسول صلى الله عليه وسلم هو بشر فرفع يده إلى السماء وقالوا يا ربي لا تخيغني في هذه فنزل جبريل عليه السلام وقال له يا رسول الله اشر بيدك إلى القمر فأشار المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى القمر فبدأ القمر ينقسم إلى نصفين حتى رأوا جبل حراء اذا هذا خرق للعادة مقرون بالتحدي هناك تحدي هناك فريق الحق وهناك فريق الباطل واذعان فريق الباطل إلى الحق هذه المعجزة في وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقالت قريش لقد زحرنا محمد والسحر هو زيغ الأبصار فلنبيت الليلة نبقى على طراف مكة ننتظر القوافلة حتى تأتي من الشام وتخبرنا ماذا رأوا البارحة فعلا بقوا على طراف مكة جاءت القوافل من الشام فقالوا لهم ماذا رأيتم البارحة قالوا رأينا القمر انقسم إلى نصفين وهناك حجر في الصين مكتب عليه العام الثاني لانقسام القمر والذي شهد هذه الحادثة وهذه المعجزة مجموعة من أوائل الصحابة رضوان الله عليهم إذن هذه المعجزة وهي شيء مدي يقدمه النبي والرسول وهو حج على الذين عصروها كذلك الحجة الثانية إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام قذفة في النار يعني من قوة له بالنار لم يوضع في النار بل قذفة فيها لأنها كانت نار ملتهبة هنا هذه النار من طبيعتها أن تحرق ولكن الله سبحانه وتعالى قال يا نار كني بردا وسلاما على إبراهيم فتحولت هذه النار المحرقة إلى غرفة مكيفة وخرج إبراهيم منها سالما غانما وهذه المعجزة هي خرق للعادة وكذلك سيدنا نوسى عليه السلام عندما ضرب بعصها البحر فأصبحت طريقا يبسا يعني نأي تحول إلى طريق هذه المعجزة أيضا وكذلك سيدنا عيسى عندما كان يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله سبحانه وتعالى والموتة هذه المعجزة حجة على الذين عاصروها أما حجة محمد صلى الله عليه وسلم فهي حجة دائمة ليوم القيامة يقول عليه السلام ما من الأنبياء أوتيا ما آمن ناسه عليه أما الذي أوتيته هنا فوحي أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فالمعرزة هي القرآن الكريم هناك بعض الأشياء نحن نعطيكم حالة ثانية وليس معرزة مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين بقي جاء الصحابة للمصطفى صلى الله عليه وسلم وقار له هلك يا رسول الله واش هلكم قال لهم لم يبقى لنا من الماء إلا الركوة التي بينها دايك الركوة هي كانت عشاك الإناء يصنع منها الجلد ونحن القبائل وفي المروق واللزار كنا نصنعون نسجو بهم البيع في زمان فلم يبقى لنا من الماء إلا هذا الماء الذي في هذه الركوة فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في هذا الإناء فبدأ الماء يخرج بين صابع الشريفة فشربوا أكثر من ألف صحابي وتوضوا وصلوا وشربت الإبل وشربت الألعام هذا ليس معلزة هي من دلائر النبوة هي من دلائر النبوة هناك خرق للعادة ولكن ليس هناك فريقان الحق والباطل أنا لا أدخل معكم في هذا الطرح هو ضرح أكاديمي ولكن أقول لكم الإعجاز العلمي من المعجزة من العجز يعني عجز الناس أن يأتي بمثل هذا القرآن أما الإعجاز العلمي تصطراحا وهو إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بحقيقة علمية أثبتها العلم الحديث في هذا الزمان بكل ما نملك في هذا الزمان من ميكروسكوب من لابتوك من التيلوسكوب واستحالت استحالت معرفة هذه الحقيقة العلمية زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هناك حقيقة علمية أثبتها العلم الحديث معنا تكلم مثال مثلا أدنى الأرض غليبة الربو في أدنى الأرض هذا نثال بسيط الآن أثبت العلم بالساتيليت أخفض منطقة على وجه المعمورة هي المنطقة التي تكلم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فوق البحر الميت إذن التيلوسكوب والصاتي يشهد أن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أدنى الأرض هي المنطقة التي غليبة فيها الروم التي تكلم عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي تحت الأرض بحوالي ربعمائة متر الآن العالم أجمع أن أخفض منطقة هي هذه المنطقة التي وقعت فيها تلك المعركة بين الروم والفرس كذلك نعطيك المثال ثاني وهو خلق الإنسان خلق الإنسان أيها الحبة هو موضوع الطبي أغايع جدا وهذا الموضوع الطبي دخل الإسلام فيه علماء كبار لأن الإسلام هو الكتاب الوحيد في القرن السابع الميلادي الذي تكلم على الخلق وتكلم على مراح الخلق وهي المعروفة وهي النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم كساء العظام نحمن ثم النشأة الآخرة فيأتي رجل في الصحراء ويتكلم على خلق الإنسان ولازم تعرفوا أحبابي وإخوتي خاصة الأطباء والعلماء اللي معانا باللي أول مرة في تاريخ الطب شافوا الاسبرماتيزويد كان سنة 1665 يعني في القرن السابع عشر الميلادي وأول مرة نعرف العلاقة بين اللوفين يعني البويضة والاسبرماتيزويد كانت في القرن التاسع عشر هذا فيلم أنا عندي الفيلم ممكن نعرضه عليكم مرة ثانية عندما يكون عندما متسع من الوقت إذن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم على خلق الإنسان عنده أكثر من 14 قرن كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ثم جاء واحد يهودي وكان عالما فقالوا يا يهودي هذا يدعي إنه نبي هذا يدعي إنه نبي على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا أسألنه على شيء لا يعلمه إلا نبي فجاء الرجل وسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم مما يخلق الإنسان قال اسمع يا يهودي من كل يخلق من نطفة الرجل ونطفة المرأة يعني البروفيس صلى الله عليه وسلم في المصطفى صلى الله عليه وسلم في 14 سيكل كو لا كريا صوفي أنت الاسبرماتيزويد ينو فيو وصا سنة إنكما دلو 19 سيكل يعني إلا في القنة 19 عرفنا هذه الحقيقة العلمية بعد ما نتكلم مع هلازارو الإيطالي وبعد ما اكتشف الميكروسكوب إذن هذا السبق لم يسبق أحد إلى هذه الحقيقة العلمية والدكتور كيثمور الكندي عندما جاء إلى السعودية مع الشيخ زنداني حفظه الله واسئله على خلق الإنسان فقالوا له المعلومات هذه العرفوها سنة 14 سيكل قال لهم إذا مستحيل واحد يعرف المعلومات هذه إلا سنة 1975 لأمريكي أعطاء الإزتاب دونك عن الوفيول وعن العلاق الصوصي وعن المضغة المصوماشي وعن الزوم وعن الزوم وعن العشار قال لهم إلا سنة 1975 لعالم أمريكي أعطاء التفاصيل كيف عرف محمد هذه الحقيقة العلمية عندما قال لهم أعطوني فكرة أعطوني مهلة رجل كندا ونبحث في هذا الموضوع فعلا الرجل رجع عليه كندا وذهب إلى المكتب الأمريكي في واشنطن وقرأ القرآن باللغة الإنجليزية وعرف باللي هناك أحاديث تتكلم على الخلق رجع هذا للسعودية والقى محاضرة خلق الإنسان بين الطب والقرآن وقال أقول الآن أن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي من عند الله سبحانه وتعالى إلا كونفرمي كل بخفات محمد صلى الله عليه وسلم سا نساجه دو ديو وهذا فيلم نصور عنا وكذلك هناك علماء كبار في المروجينان دخلوا الإسلام عن طريق هذا العلم أنا نتمنى ينشي لذاتا شو خاطر الموضوع بتاعنا هو موضوع مهم جدا وفيه لازم للزيماج جوسي باسكو كالبيناتكم واحد فرماتي سيانبور على قل يساعدنا باش نشوفوا للزيماج هدوم خاطر للزيماج شديد باش نعفو حقيقة علية وهي عدة مطلقة الحكمة الإلهية والمعجزة العلمية كانش واحد احنا يقدر يحلمنا هذا المشكل باش نشوفوا لفرطوها هدوم ونتمتعوا بهذه المحاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى إذن هذه المحاضرة أحبابي وهي محاضرة بعنوان عدة مطلقة الحكمة الإلهية والمعجزة العلمية ألقيت في المؤتمر العاشر هيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة يقول الله سبحانه وتعالى وهو خير القائل والمطلقات يتربسنا بأنفسهن ثلاثة قرؤ يقول ربي سبحانه سبح البقرة والمطلقات يتربسنا بأنفسهن ثلاثة قرؤ والقرؤ أيها الرخوة اختل في أهل العلم هناك يفسره أنه الحي وهناك ما هو الطهر ونحن كعطبان ورجح الطهر وهذا ما ذهد إليه الإمام مالك رحمه الله إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وهي البقرة 222 من المطلقة يجب أن تمكث ثلاثة قرؤ حتى تزوج مرة ثانية يقول أيضا الله حقه سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فاطلقوهن لعدتهن وحص العدة وحص العدة إذن نكمل أيها الحب ويقول أيضا حقه سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فاطلقوهن لعدتهن وحص العدة هنا لقفة دونك الله سبحانه وتعالى إلى دي الفو كونتي أذيك التريغرون في سيزون كاس قيزا بورتون ويقول أيضا حقه سبحانه وتعالى يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَا لَكُمْ تَعْتَدُونَ مِنْ حَنْتَنُوا إِنْ تَعْتَدُونَ فَمَا لَكُمْتَكْتُمُوهُنَّ مِنْ حَنْتَقْتُمُوهُنَّ هذا معروف فقه الاسلامي إذاً للمرأة لم يدخل بها لسي لها عدة فَمَا لَكُمْتَكْتُمُوهُنَّ مَعْيَجُ مِنْتَوهُنَّ وَيَقُولُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم في حديث عن رُّفىع بالنثابة الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لإمر يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره لا يحل لإمر يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره إذن القفات هنا تكلم على ماء وهو تكلم على العدة يسقي إيري إذن لا يحل لإمر يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره العلماء أخوانا الكرام الناس هناك مجموعة هؤلاء الناس غير مسلمين حاولوا ينتقدوا الإسلام في الحقايق العلمية كان واحد ربي يهذير جاب العلماء غير مسلمين من أطباء وصيادلة ومهانسين وحاول باش يلقى لفويت في القرى الكريم في الكوتي ميديكال فالعلماء اللي صبقونا قالوا إن الحكمة من العدة وهي براءة الرحم من الحمل يعني المرأة ما تكونش انسين donc la cause pour العدة هو c'est une confirmation que la famille pas انسين يعني الحكم من العدة وعليش نفعل العدة بالي المرأة ما تكونش انسين ولكنتم في هذا العصر في هذا العصر عصر المعلومات الدقيقة وعصر العلم نعفو بالي المرأة عندما تكون لفكوتيات عندما تكون لفكوتيات عندما تكون لفكوتيات في اليوم السابع في اليوم السابع هناك هرمون اسموا لفكوتيات اسموا لفكوتيات هذه المرأة لفكوتيات تكون لفكوتيات يعني الحكم من العدة براءة الرحم من الحمل ما كانش علاش لإن المرأة قد تذهب عن تسدق روساس والميدساء لفكوتيات تقدر تزوج إذن ديركم قد أخطى في هذه ولازم تعدلوه واتطوروه لأنه لا يصل في هذا الزمان زمان العلم والمعلومات الدقيقة إذن قلنا لهم تعالوا معنا ليكون العلم حكماً عدن بيننا أنتم اتكلمتوا على العلم ونحن سنتكلم بذن الله على العلم إذن هم هؤلاء الناس تكلموا على العلم ونحن سنتكلم بذن الله سبحانه وتعالى على العلم إذن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ إِذَا نَيْتَةَ دُونَهَا إذن white الؤ황تِم الززال مَا أَيْحُatُمُوهُنَّ ومَا أُلْمَرَنِ ولكن ما باللبة شكوون infinite هي الْمَرْأَنِ إذَا نَتْهَا لَا تَى بلُوِّل عندها لَا تَى بلْوِّل إذن إخوانا خمنا بأن المشكلة في Louvure ظلوك هنا كان ديفين لابد أن تعرفوا بأن المرأة عندها مبيضان واحد في لادروات واحد في لاجوش وأنا قال لسام الفرنسي Louvure Louvure C.O. La Formation de Louvure ولكن لابد أن تعرفوا بأن المرأة البنت تبدأ في إنتاج البيضات وهي في بطن أمها سبحان الله البنت تبدأ في إنتاج البيضات وهي في كرشمها عندما المرأة تحمل في الشهرين الأولين من الحمل يكون عندها سبعة مليون جريب أولي فوليكين بريمار ست مليون فوليكين بريمار فلوفيرتا نعاود المعلومات هذه المرأة تحمل في دوموا في دوموا بنت هذه يكون عندها ست مليون ست مليون جريب أوليكين بريمار و سنكي موان سنكي موان يعمل في دوموا سنكي مليون على كوشمو يكون دو مليون سنكي 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 مليون فيغ عليم الوقف النساط الحديث ولكن لا نرحب العاية من التصغير وفÖ ليس هذهalt Action ت squadر الغدية النساط خلال الغد المرتبة واق хочу انظرا بقية بينه MICHAEL يومين يقدم بلحومي يقولون الفلاته يقدم شعارين في الإنظارات عن ومقرأ واحد شعارة اجب أن يكون الفلاته يقدم شعارين لقد شعارًا عند شعارة يعني فعله الآن في مجال ترجمة فعله ثلاثة سيقا ما هي ثلاثة سيقا في ثلاثة سيقا لدينا حربي أهلا ما هي المثال النبي عليه الصالة ثلاثة سيقا ثلاثة سيقا يعني أبدا شكرا للمشاهدة 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 سمع لحظة وفرد الانفرسيسي لحظة لحظة تجنزل لحظة لحظة أن تسميص لحظة الأفضل الصعب والوحظ هناك أخر مؤسسة هي نظام نظام الى المنزل تجنزل لحظة لحظة الأفضل لحظة لحظة الانفرسيسي في المنزل في ذلك جنزل عندما يضيقل في الوشفة في الزائفة هذه المعبارات تصبح تصبح في الوشفة ويقومون إلى الوشفة لتضمع الوشفة لتضمع الوشفة لذلك الوشفة هي نحن مقابل وفنة اتمنى أنت قمت بسرعة في سرعة في الفرنسي أو العربية؟ العربية بالنسبة للبيضة يجب أن تعرفوا في معنية الرجل هناك هرمونات هذه هرمونات عندما الرجل يخذف في رحم المرأة سنة أبسورب نحن 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 يبقى المرأة عندها مشكلة تحق نعطها دي زون فيل دي زورمون البرجسيران 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 ويسمى التلسيفكاس فر أبسوربي لزورمون الوفيل هذه البويضة تستقبل الهرمون يستميل لنبه البويضة من المرأة كذلك بالسبرم الرجل في زورمون يممر لزورمون كل فام فيها لفساش ويعلاش دي زور أبسوربي يمتص عن طريق المهدل ثم يروح لدورة الدموية ثم يساعدوا في حث البويضة لذلك المرأة هذه عندها دي زورمون الوفيل هذه عندها دي زورمون في يوم الشرب الميت أين هاتف الحمسل دي زورمون السلعه نحن 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 دي زورمون اللي سيقبل الميت كما تشارك على التجاروات المصرحات المترجم للقناة وإعترف كما تشارك وإن الله حلح قولنا المصرحات المترجم للخصب كما يجب أن يتحدث في المراكو بحرمه الكوات هو الفرن المتحدة الذي يشرح المقاطين من أول محبوية أن يتحدث في الوووووو لأنه لديه المقاطين كيف يشبه الكوات؟ هذا هو المؤّد من المنوعين الذي يشبه لأن المصد المستخل لأن المصد الأول المستخل وهو ي blasting المتبلل وهو ن meglio ه ومنه editing الفيكتوز الفيكتوز اسщеرب الى من الأنغازية على الوفيكتوز التف rushed الانغازية هي الفريكتوز التي توجد في السفن لذلك نحن لدينا الأسفرماتوجيناز هناك شيئا أسرح لكم مهمة الله سبحانه وتعالى عندما شرع هو المشرع وهو الخالق صح بالنسبة للسفرماتوجيناز يعني خلق الحامة الثمنوية هناك خلية واحدة تسمى سبرماتوسيت بريمار جسبر نقصلك المعلومات بشان فالرجل خلية واحدة إنسان سوريل اسمها سبرماتوسيت بريمار كفادوني الفادوني كات سبرماتوزويد بالنسبة للفام واحدة اسمها الفادوني واحدة فقط يعني خلق الحامة الثمنوية واحدة تأتينا ربعة خلق البويضات واحدة تأتينا واحدة يعني 1x4 سنتظر سنتظر 1x4 1x4 فالسفل فالسفل في نيشوز عند الإنسان يروح يشري الجاجة الجاجة من السوق مثلا في المغرب روح يشرينا الجاجة من السوق شرنا الجاجة لتعطي البيض تعطي البيض تعطي اليزور الثمنوية الثمنوية 2x4 فالسفل في نيشوز هذا هو المغرب روح يشريك من السوق أو المغرب روح يشريك هذا هو بطر كوك يعني عدة هنا تأتينا هي فالله سبحانه وتعالى ربي العظيم هذا فيه المريع جدا ربي العظيم لح trend إن شاء الله كما أographersدヒم هنشين السوق الحن specifically نے وجهة нطارية لحن انزيل جهة ان نظفنا لحن ش screw سأستاذ فقدم أنه في البلاد لَقِرِيَ مَالَ أَنَيَ ذَوْتِينَ الْاَبِنَ ذَوَوْتِينَ وَلِعَيْخَبْ اشكَيْتَ لِلَوْتِينَ أعطى أن 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 أعطى اليوم ، هل سوف يأتيть دين جهة ، هل سوف نتدرك دين ، هل سوف نتدرك أن تخرك الملي ، هل سوف نتدرك؟ نحن نشوف أي أشهر الذي يُذيان ، ثقاني الشكل وثقاني شكل ، وثقاني نعيد الثالثار ، يأتي بشكل وثقاني نحن ي إذا دوني لوفوجينيز سافي كاتول ساعة وفنناها إن شاء الله حتى ربي يكرمنا شبنا الفيديو هذا شوفوا فيديو واحد آخر إن شاء الله يمشينا حتى هو شوفوا 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 نوعي سبيكي هذا سبيز أمورطان سبيز أمورطان شوفوا ملي شوفوا نوعي شكفا شكفا كان لوفوس كان لوفوس كان لولا والثاني والثالثة أي وقت الرجل اللي اطلق مرتو كان تروا أووفوس فلوفر سواء زوج فلادروا تو واحد فلاغوش الإسانسيال كان تروا دونك لولا عندها دونك عن لولا وعننا الثاني وعننا الثالثة أبانك لي مرآني مردان ومن تروا النور يقول لحبها ما شكفا دونك لحبا ما شكفا بالزوج الأول سواء ملي تقول يعني le code donc elle a commencé la formation avant le divorce il est élevé de la sphère dans le mari 1 et le code génétique de son mari le Coran la deuxième nous demandons comme l'ombre qui parle l'ombre le Coran deux cycles donc elle va sortir après la première je parle avec le premier le premier qui parle où l'un de s'quietu du mâin et et a amélu le la 3 le C'est elle 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 l'on 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 بذن الله سبحانه وتعالى تخرج الثانية وتكون الحيضة الثانية ثم تخرج الثالثة وتكون الحيضة الثالثة تخرج الثالثة الحيضة الثالثة شوف هنا رقم ربعنا خمسة ورقم ستة سبحان الله حب سبحانك دونكوش هنا عنا رقم ربعة ورقم خمسة ورقم ستة انتو رقم ربعة نسألوها يدوش عمرك تقول عمري ثلاثة قرؤ وباش نخرج الخنسة عمري قرآن واش نخرج بعد الرابعة السادسة عمري قرآن واحد واش يقول للربعة واش علاقك بزوج الأول يقول لي علاقة به بدأت ولا فرماس من بعد الطلاق ولم أسقى بمائه ولحم شفرته فسبحان الله فالله سبحانه وتعالى بدأ الحيضات الثلاث تخلصاً بالثلاث التي تحمل شفرت الرجل الأول إذا أولد الطفول بعد العدة هذا الطفول صنبر 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 رجل الثاني أما إذا زوج المرأة أثناء العدة هناك خلط للأنساب اختلاط الأمياء وتشابه الأنساب إذن سبحان الله ربي سبحانه هذه رقم ربعة ورقم خمسة ورقم ستة ما عنداش علاقة بالزوج الأول وهنا تكمن حكمة العدة فحكمة العدة هناك ثلاثة بويضات فلوفير هذه ثلاثة بويضات عندهم علاقة بالزوج الأول بالعدة تخرج الأولى والثانية والثالثة أما الرابعة ما عنداش حتى علاقة بالزوج الأول فيتزوج المرأة بعد العدة يكون الطفول صنبر صول رجل الثاني أما إذا تتزوجت خلال العدة يكون هناك ما يقول علماء اختلاط المياه وتشابه الأنساب سبحان الله رب العالمي لذلك الله سبحانه وتعالى طهر المرأة من البويضات الثلاثة اللي كانت في مبيبها التابعة للزوج الأول التي سقيت بمائه وتكونت في عصمته وتحمل الكوتة الرجل الأول فسبحان الله الذي علمنا هذه الحقيقة العلمية وعرفنا الحكمة من العدة يعني ربي سبحانه لأن يا أخوانا الكرام لازم تعرفوا هناك الحكم هناك الحاكم هو الله سبحانه وتعالى وهناك المحكوم والمحكوم عليه وهناك الحكم وهناك الحكمة فأي إنسان لا يعترف بحكم احتم الله هذا يخرج من الملة لأنه نحص صفة الحكيم على الله سبحانه وتعالى إذن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم وهو الحاكم ويقول أهل العلم ما شرع الله إلا الحكمة وما حكم إلا لغاية علمها من علمها وجهالها من جهالها وعدم العلم بها لا ينفيها وعدم العلم بها لا ينفيها وعدم العلم بها لا ينفيها هلنشوفوا الفيديو اللي كنتم معنين بتاع أطر تروى شوفوا هدا الكيل مريع جدا وتجمع السفرمات الزو real لدينا خلي صفه بدينا صف 몇 خليل transformed چنون نعم يا 化ني لا علي樹ك هنا وحدة طاطق وحدة طلافة سبحان الله إذن نرجع للموضوع التعالى وعرفنا الحكمة إن شاء الله يمشي هذا في حاجة هنا يأشوف يمشي يبدون أن يكون آخر في المنزل ومن ثم يخرج للموضوع التعالى في 24 دقيقة لذلك المنزل يكون مستحيل في البلدين يكون للموضوع التعالى الـ 20 أو المنزل يكون للموضوع التعالى إذن أخونا الكرام هذه الحكمة يعني من الإعجاز العلمي قلنا ما شرع له إلا الحكمة وما حكم إلا لغاية علمها من عالى علمها وجهلها من جهلها وعدم العلم بها لا ينفيها فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم والله سبحانه وتعالى ما شرع إلا الحكمة وما حكم إلا لغاية نجي نتكلم الآن على موضوع ثاني موضوع ثاني أخونا الكرام عندما تكلمنا نحن في المؤتمر تركيا على هذا الموضوع قالونا اوكي بالنسبة لمرأة المطلقة ثلاثة قروف ولكن المرأة كبيرة المرأة اليائسة مينو بوزي مرأة عند ستين سنة وعليش في الإسلام تمكثه ثلاثة شهور المرأة التي تكبر ستين وسبعين سنة إذا دخل بها لازمها عدة وهي ثلاثة شهور وهي ثلاثة شهور وعليش قالونا باللي ما كانش حرام عليكم انتم كمسلمين باللي هاته المرأة هاته المرأة هاته المرأة الكبيرة اللي كبرت لا نجد لا نجد هاته المرأة هاته هاته قواعد المنسا يعني مرأة التي نحن نعفو باللي نحن نعفو باللي وهي تسعين يوم وعليش تسعين يوم نحن نعفو اخواننا الكرام المرأة عندها ثلاثة حيضات والسيكل وعليش تسعين لانه سيكل كورة وعليش تسعين هاته ثلاثة خوري تحا لمعه أقطstها لمعه أقطstها لمعه أقطstها أقطstها مuli فقط موسيقى ت этих النوم إنها وبع lawsuits التي ينش فام للدول في البنة ال Yellow لحظة ثم السنية wpلاس حتى ثم سن placement وأقطst أقطst تكون أنا أقطst عندما سنها robić سنها من سن partner مع لو خامكون yon هناك Practice قحت تقن من سنها بالموسيقى تقن من سنها ي secured لدينا scrs وطول fo والسنة لابدن في كسام سوفي في تسعين يوم شوفوا 81, 82, 84, 85, 86, 87, 80, 90, 90 يوم سبحان الله فالله سبحانه وتعالى هو خالق البرأة فالتشريع الإسلامي هو دا الصقف يعني للتحرز مثلا عطيكم الباب هذا نديروا أماتر كتربانديس ولا دو ماتر دعناس الجوز نصابكم نديروا أماتر الصونديس كالناس لطمسون فالتحرز يعني أكبر قيمة وهي ثلاثة أشهر التي قال عليه تعالى في عدة اليائزة الآن نشوفوا مرأة هذه المرأة هي مرأة هندية هذه المرأة سبعين سنة ولد عندها إنامة هذه مرأة معروفة هندية رجلة في عام ١٢٠ سنة هي لجل سبعين سنة ولدت وهذه معروفة وهذا هو رجلها إذن نعرفه نعرفه الحقيقة العلمية بعد ذلك وعليش ربي سبحانه دار ثلاثة شهور ما لقري للفراء أن الفان إلي أدويت وما عندهاش يزور هذه الصورة دارت العالم كامل ومعروفة الآن عالميا بل هذه المرأة ولدت في ١٠ سنة الآن تكلموا على قضية شوفوا هذا الفيلم هو فيلم رائع جدا يعطيكم القضية من ناحية العلمية وبنانجليزي هذا دكتور جوناثان تيري من مريكا هارفد ميديكال سكول هذا لبرطور تعد دكتور جوناثان تيري تيري هذا هو جونتان تيلي هذا هو العالم الكبير الامريكي ليثبت بالي المرأة تقدر عندها لزوفيل في أي سن حتى تموت وهنا نكسب لكيك من فنوما هذا في هذا الشيما فنوما هذا الووري تعمره كبيرة تعمره عجوز هذا هي جونتان تيلي يعني المرسو ومع المرسوه مع المرسوه مع المرسوه مع المرسوه راديوكي إذا نشوفوا إذا نشوفوا أسرع نشوفوا بعد قبل ألبث بأنه يجب أن تصبعت غدت بأن تصبع rewarding لهذاك سبحان الله إذا قلت بحرور يبدأ الناس سوفت بأنه هذا الكريم وفي ذلك، سلمت بشكلام، جولت المات في السابقة، قال، اطلب عدًا المخصصة لعطيك الحصول على شخص ، ليس لدينا نفس المخصص، ربما يتعرف أن نحن في 20 السبق، فإن ثلاث، صriftت المخصصص من قومة حوالة حوالتاة عاية، اصدقى بشكل أمر حوالي، سبحاني لقد أنها في نظر إلى مدينة لقد كانت أفضل لقائق ولكن تتعب لقائق المدينة لقد أصبحت لقائق المدينة لقد أصبحت شخصة معاق المدينة إلى هذه المدينة إلى هذه المدينة ويسأل عالمي وإلى أبدا لقائق الأجل في السبع يمكن أن يستمر لغتر لن يمضيك من الدعوال من الأعقاب، و أنت دائماً في التعليل بالنسبة لتدائماً لن يستمرينيه به لن يستمرينه الأولى في الدعوال لذلك يدعيني لن يتيج الأفارة يدعيني لن يتم بأمور الدعوال عماميية عند الدعوال هذا في مرة منذ قبل 2014 هذا الوتيج لانتصب المتخرفة من فرصة السبراق اشتركوا الأميقين اثنوا الأميقين وعندما كنتى الوتيج لتشفى يفعل ذلك الوتيج لتشفى نفسه وكنتى أنت تشفى نفسه يجب أن ي عدم طبيعي اوامي العمالي سنوات المفاصل في السبوعie بعد واحد في عروس في فشفى بعد واحد في الددمارك ونجاح في الإسلام يجوز نقل الرحم التيريس يجوز أنه وعاء دكار لا يجوز نقل الوفير لأن الوفير تحتاج جينيكما الزوميل شرعا لا يجوز نقل الوفير لا يجوز نقله ولا تستيكيل من بيضين للرجل لخطر فيهم المتريال الجينيك لكن التيريس يحمل برك التيريس شرعا يجوز نقل برك التيريس من المرأة إلى المرأة آخر كذلك معنا الاشطر الحيا bractor لبgga مسأل للف larva وتتش有一 Quel Bang يجوز يجوز مقل الرحم و أبرا لو يجوز لإهالة وليط البber لا يجوز أسبيل صور إذن نعرفنا حقيقة هذه الحقيقة العلمية عرفنا حقيقة أولى وهي عدة المطلقة وقلنا ثلاثة قروب وقلنا هناك ثلاثة بويضات في المبين والله سبحانه وتعالى شرع العدة لخروج هذه البيضات الثلاث من المبينة المرأة لأنهم عندهم علاقة بالزوج الأول وكذلك عرفنا عدة اليائسة وهي ثلاثة أشهر وهي أن اليائسة عندها بويضات ولكن هذه البيضات تبقى ميتة ولكن الله سبحانه وتعالى في وقت لذلك الله سبحانه وتعالى شرع من المرأة اليائسة المرأة من البوزي المرأة كبيرة تمكث ثلاثة أشهر وهي أكبر مدة لمدة العدة كذلك هناك درنا دراسة على عدة الحامل لماذا وضع حملها وكذلك عدة الأرمناء المتوفي في زوجها أربعة وعشر وعشر ريال هذا نخلوه المرأة الجاية إن شاء الله إذا زرتكم المرأة جاية أتمنى لكم في هذه الحقائق العلمية لذلك خمنا الكرام إذن هذا هو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة هو إخبار القرآن الكريم والسنة المطهرة بحقيقة علمية وتكلم عليها القرآن وهنا مستحيل بشر يعرف هذه الحقيقة العلمية قبل عشرة سنوات وهناك كتب كبيرة يعني نتكلم عن الحقائق العلمية مثل كتاب هذا الكتاب معروف هو كتاب موليس بيكاي كانوا فرانسي كانوا نغلي هذا The Bible, The Quran and Science La Biblia, The Quran and Science يتكلم فيه بلد السلو بكاي كونكوردا لك للاسيانسي للبسة القرآن و لازم تعفو بالي الأنجيل الأنجيل يعني ممكن أن يكون جيل واحد كلها لا تتوافق مع العلم علش لأن الجيل الصحيح كل الأنجيل حرفت بفعل فعل وفعل الإنسان أما القرآن الكريم فهو الكتاب الوحيد المحفوظ حفظ في الدنيا إِنَّا نَزَلْنَا الذِّكْرَ وِإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ وحفظ في اللوح المحفوظ كتاب المحفوظ كتاب كريم في اللوح المحفوظ وهنا أيها الأحبة نتأكدوا باللي الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله محمد صلى الله عليه وسلم وهذا النبي الأمي الذي يعيش في الصحراء لم يضع السلافي جامعة ولا عنده مخبر ولا يعرف لوفير ولا يعرف لسفيرماتوجيناس ولا يعرف لوفير أعرفنا بحقائق علمية اكتشفناها نحن في هذا الزمان بفضل وسائل علمية متقدمة جدا بفضل الكوغراتيو بفضل السكانار بفضل الدوبلير هذه الحقائق علمية نكيش بشار يعلمها في زمن النبو donc six fois le miracle scientifique c'est la concordance des versets coraniques et les paroles prophétiques avec la science cette concordance confirme dans un contexte logique et scientifique que le prophète صلى الله عليه وسلم ça me s'agit de Dieu et le Coran ça dévore de Dieu donc actuellement nous avons une confirmation scientifique, médicale que le prophète محمد ça me s'agit de Dieu donc nous sommes convaincés que le prophète le prophète c'est le prophète c'est le prophète c'est le prophète le prophète le prophète c'est le prophète c'est le prophète le prophète le prophète c'est le prophète c'est le prophète le prophète le prophète le prophète c'est le prophète le prophète le prophète le prophète c'est le prophète parce que le prophète parce qu'il y a l'ovule parce qu'il y a l'ovule c'est le prophète c'est le prophète le spermatozoïde c'est le prophète c'est le prophète c'est le prophète c'est le prophète ولكن أعطانا حقيقة علمية قد سألوني وعليش الرسول إنا طائق سبليكي بولي بروفات صح أو لا وعليش هذه الحقائق مشرحاش الرسول للصحابة لو شرحها للصحابة لذوري له صح أو لا ما جلين تجدك تقوله جلدي عبايك باليلفاء نحن خلقنا ما يصدقش على جدك اللي عنده مثال مبالك الصحابة اللي عندهم كترسياك يقول أهل العلم لو شرحها للصحابة بمفهومهم لنحن في هذا الزمن قلوا ما عرفش يشرح دكور ولو شرحنا بمفهومنا في هذا الزمن لم يفهمها الصحابة رضوان الله عليها لذلك هذه القضايا العلمية خلاها المصطفى صلى الله عليه وسلم ولما شرح حتى يأتي جيل من بعده وهذا جيل يعطي الحقائق العلمية وهذا هو العجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة يقولها العلم لو شرحها بمفهومهم لأنكرنا على أنه نحن ولو شرحها بمفهومنا لأنكرهم عليه لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تركها ولما شرحها سيأتي جيل ويأتي هذه الحقائق العلمية فهما حقيقيا وهذا الفهم أخوان كرام هو الدلالة لهذا الدين والدلالة على هذه الآية القرآنية وهذا هو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة العلمية لذلك من أهداف الإعجاز العلمي هو اتمينام المسلم قلب المسلم حتى يطمئن قلبي كما قال سيدنا إبراهيم وكذلك دعوة الآخر دعوة الكافر دعوة الإنسان لديهم بهذا الدين إلى هذا الدين والحمد لله الآن شوفوا كل يوم رأيناستون لهذا الدين علاش؟ لأنه فعلا هو الدين الذي يمشي مع العقل ويمشي مع المنطق ويمشي مع العلم لذلك الله سبحانه وتعالى هذه الحقائق العلمية بلس نطعفه كان أكثر من 1400 آية تتكلم عن الحقائق العلمية وآيات الأحكام كلها أكثر من حوالي 520 يعني آيات الأحكام مثال الأحكام الشرعية هي حوالي 520 والآيات الكونية 1400 لذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بلي نتدبر في هذا القرآن الكريم إن في خلق السماوة الأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولى للباد الذين يبكرون الله قياماً وقعوداً ويف تفكرون في خلق السماوة الأرض يتفكرون الإنسان علمي يفكر في خلق السماوة الأرض وكذلك في النفس بشرية كيف يفكر في الشعر هذه كيف خلق الله سبحانه وتعالى في هذا العين لازم تعرفه في العين في العين Тاعنا هذه أي ماء يتجند وأيسان يتجمد إلا العين ماء موجود في العين فالله سبحانه وتعالى بعلم يعرف أن الإنسان عايش في القطب الشمالي كل شيء يجمد إلا ماء العين لو جمد ماء العين إنسان هذا يعمى فهناك ماء في العين لا يجمد أبدا فالله سبحانه وتعالى ونصدقه بلي هذه العين هي أكبر كاميرا في العالم الأكبر كاميرا الصونية الآن في العالم ما جابتش على واحد على خمسمائة ألف من العين التي ترونها العين الإنسان فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وأمر الله سبحانه وتعالى أن تدبر في هذا الخالق ويقول أهل العلم إن أعظم عبادة هي عبادة تدبر في خلق الله سبحانه وتعالى أكبر عبادة يعني أكثر من الصلاة وأكثر من الزكاة هي التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى لذلك العلماء هم أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بما عرفوا من العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء والعلماء بما عرفوا من الحق ومن العلم لذلك الناس العلماء هم أكبر الناس يخشون الله سبحانه وتعالى لأن يعرف هذه الحقائق العلمية ولازم تعفوا أخوانا الكرام لنشوفوا في الكرة الأرضية ما يسمى لتراجيكتور إيديان للكرة ذي لقدمت شوي للشمس لازم تعفوا الكرة ذي لقدمت شوي للشمس نحترق إذا بعد سنموتوا بردا فالله سبحانه وتعالى هذه الكرة تدور حول الشمس في مدار إهليجي وضع رب العالمين إذن الخالق هو الله سبحانه وتعالى لازم تعفوا بني هذه الشمس الحرارة هنا 150 مليون درجة هنا 50 مليون درجة لو يصمنا شوي من الشمس لحترق الأرض كاملة إذن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون وخالق هذا الكون بتدبر من نواة لفهاليكترو والبروتون ونيترو إلى هذه المجرات ولازم تعفوا نحن في مجرة الدبانة لفهاليكتي لعيشي فيها نحن هنا العرض التاحة برك 100 ألف سنة ضوئية هي أصغر مجرة مجرة تانا لفهاليكتي هنا تلتاحها من هنا لهنا 100 ألف سنة ضوئية يعني الإنسان إذا ركب هنا إنسان وبشاهد سرعة الضوء سرعة الضوء هي 300 ألف كيلومتر في الثانية طروة 600 ميل كيلومتر إذا الإنسان يركي في مركبة ويمشي بسرعة الضوء يعيش نية سنة هو ماشي يموت يأتي ولده يركب في الحقيقة يش نية سنة بعد يأتي ولده يركب في الليل يش نية سنة يوصب الحفيظ ألف وواحد هذه أصغر مجرة قالت سيه مجرة التي نعيش فيها نحن التي فاها المجموعة الشمسية إذن الله سبحانه وتعالى وهذا المجموعة الشمسية وهذا الشمس تتكون من عنصر واحد هو الهيدروجان الهيدروجان هو عنصر أول عندما يتحد بهيدروجان واحد ويأتينا له اليوم هذا الاتحاد هو اللي يعطينا الخمر الهيدروجينية وهو يعطينا الطاقة متع الشمس يعني أصغر عنصر هو الهيدروجان هو ليأتينا هذه الطاقة وليس يتعفو بلي أربعة وسببت أربعة وتسعين في النياء من هذا الكون مخلوق من الهيدروجان إذن أربعة سعين من هذا الكون مخلوق من مادة واحدة وهي الهيدروجان وهذا الشمس برك هي معزة كبيرة إذن الخلق هو الله سبحانه وتعالى وهو هذا الخلق الذي خلق الإنسان في أحسن التقويل والنظرية اللي تقول بل إنسان أصل وقرد هذه النظرية لاسلساً من الصحة العلمية معلاش هاته دليل علمي دقيق باللي انسان اصله قرد نحن الان قرنا ما يسمى لبيجينيتيك الان لا لبيجينيتيك نحن لبيجينيتيك و لبيجينيتيك لبيجينيتيك هو مستحيل الانسان صفة مكتسبة تحول له لتحول لكروموزوم صح الانسان قد يكسب صفات ولكن تبقى محمولة عن الكروموزوم فقط اما خلق الانسان هذه الخلام خاطئ والان العلماء الغرب ما عرفوش حقيقة الخلق علماء الغرب ما عرفوش حقيقة القلوب اللذات الخلق عن طريق لزالك ثم البكتيري ثم الإنسللار ثم المنتسللار ثم الكائنات وهذا كلام غير منطقي وغير علم ليس لهم اي دليل علم هذه الحقيقة العلمية اذا الله سبحانه وتعالى خلق الانسان في حصن التقويل ثم خلق الحاوانات كله ميسر لما خلق له خلق راحات البحرية وخلق الحاوانات البرية ونعطيكم مثلا على ذلك الجمل الجمل هو ذليل ضد ضروين لأن الجمل ما عنده حفريات الجمل ما عنده حفريات علشان أن خلق الجمل عندما خلقت الصحراء الله سبحانه وتخلق الجمل عندما خلقت الصحراء ونحن درنا دراسة في النزائر هذه الدراسة لأول مرة في تاريخ الإسلام نثبت في حديث رسول الله وسلم على المعالجة بالأبوال فهذا نقول المسلمين رسول صلى الله وسلم جاءوا قوم هذا القوم من عقل وعورينا وكانوا يعني جاء قوم وهما كبرت كروشهم فأسلموا فالرسول صلى الله وسلم عن ما شافهم قاموا لو خرجتم إلى إبل الصدقة وشربتم من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فعمدوا إلى الرعاة فقتلوهم أخونا الدكتور سغلنا جاء المذكر هذا الحديث قاموا علماء مصر باللي يقولوا باللي لزيرين سبحوا بيخلصي البول ما ده سامة وكفح al رسول صلى الله سلم والرسول تاخل وكفح لإبناء أجل الإشروع الحمدلة الله الله سيكون على طبعه الضث فقط لزيرين يترجى ترجمه للمقه أن يترجى للمقه للمقه Ôري سبحان الله للمقه 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 قذ���نا 그것 أن هناك مادة مثل السيليمرين السيليمرين هي مادة يقولها الجمل من البقاء هو ب الناсть هذه في هذه الناس الذي كيف يسمىque سيليمرين الآن سيليمرين هي إستمرار ستظ autorACE هذا الساييرات والاسيت ونحن أتacağız من passive السيليمرين السيليي باسر إذن فلستنا كلا هذا من حل الله صلى الله عليه وسلم إذنه لديه وفهوهه يلللن لعرفة اعطى. لديه لرضا يمكن ذلك طويلة أنه يمكن ذلك الديد كتابة لفهوه يمكن ذلك فهوهولون لفهوه يمكننا نجيلا من طاقب المعرفة لذلك يدل من نجيلا من نجيلا من اعطائها يلديه البطارية هذه فلسل البطارية وبطارية أن نحضر البطارية سلسل جمال خلال الزبادة فلسل الجامل فهل الجمال لديم أكثر بعد الزبادة فلسل الملاحظة لذا كالإلا نحضر منكيما تحصل للمستدع في كالنزل ترتين و crít schedد الى يسرى المشاري لسير المرادة كلاية يتحدث مع الشردان مريم القسم على الجماعة ويسمى بمفارد من المهمة مرد ممتع والصول على الشردان مريم في الواقع اعادت الوصول على الشردان مريم حاليا uوالة في طرن على حكون لديها وفي المنز ومن المجادي توضر ان يحصل على الحين للطور على حين للحديث ان يشترك بواقع هذا الحديث الذي تحدثنا بنا وفي حلالناه ونقلة طرز حدث نثبتنا بلي هذا الرسول هو لا ينتقوا عن الهوى إنما هو وحي يوحى إذن أنا نتمنى بلي بلغت لكم بعض المعلومات رغم الداتا شمان شاش ولكن نسمحوا لي ممكن ما أعرفش نبلغ عبدالك أنا دي في النيفرسيتي جدي بي كونفرنس في النيفرسيتي وذوم أحواج علمية ولكن نتمنى بلي فهمتوهم بلي إنسان يحس بقلبه وهذه الوجوه اللي رأى تعلمنا حاجة علية لهذا النبي هم عندي الله الآن نفح المجال إذا وعدك يسأل ولا يزيد ولا يضيف مرحبا بيه وبرك الله فيكم واسمحوا بيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته